تابع سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تابع مراحل تأهيل القدرة للموسم الجديد 2019-2020 الذي شهد مشاركة واسعة من الاستبلات والفرسان لمسافة 80 كم دولي و40 كم محلي وشهد سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة مراحل تأهيل القدرة برفقة سمو شيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبهذه المناسبة أكد سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن السباق التأهيلية للموسم جاء قويا في جميع مراحله مع مشاركة نخبة من فرسان المملكة والذين ساهموا في إعطاء السباق طابعا فنيا قويا خاصة بعد أن شهدت منافسة عالية مشيرا سموه إلى أن السباق جاء قويا مع انطلاقته في المرحلة الأولى التي شهدت اندفاعا وسرعة من غالبية الفرسان الذين ساهموا في الإثارة وتهيئة الأجواء ليكون سريعا مع انطلاقته وأشاد سموه بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه تأهلي القدرة في كافة مراحله خصوصا في السباق الدولي الذي قدم فيه الفرسان والاستبلات مستويات جيدة تؤكد استعدادهم المميز للموسم الجديد وللسباق القادم مبينا سموه أن الاستبلات والفرسان تعرفوا بشكل كامل على إمكانيات الجياد وأتاح السباق التأهلي الفرصة لهم للاطلاع على إمكانياتهم وأكد سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الموسم الجديد سيكون أكثر إثارة عن المواسم السابقة في ظل الاستعدادات الجيدة للاستبلات والفرسان وأعرب سموه عن سعادته بدخول العديد من الوجوه الشابة من الفرسان في السباقات مشيرا إلى أن الاتحاد الملكي للفرسية والسباقات القدرة أعد ومنذ سنوات طويل خطة لإدخال الوجوه الشابة في سباقات القدرة وهو يجني ثمار هذه الخطة الطموحة وأوضح سموه أن المشاركة الواسعة من قبل الفرسان ساهمت في خلق أجواء من المنافسة القوية والمثيرة مشيرا سموه إلى أن الفريق الملكي قام بإشراك العديد من الجياد في هذا السباق بهدف تأهيلها للمشاركة في السباقات المقبلة خاصة في سباق افتتاح الموسم مساء الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري هذا وحرص سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على لقاء فرسان فريق فيكتوريس حيث أعطى سموه التعليمات لفرسان الفريق وحرص على تشجيعهم طوال مراحل السباق والتعرف على إمكانيات الجياد من جانبه تصدر الفارس راشد خالد الرواعي تأهيل 80 كم دولي من استبلات الزعيم فيما تصدر محمد وائل سباق 40 كم محلي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة